بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفلاح كان فلاح فقير جدا الحقيقة وكان يعمل دقوط يومه يعني تماما ما يكسبه يكفيه ويقتطله وكان عنده طفل كان يحبه كثيرا وكان امنيته ان هذا الطفل يبقى شيء كبير كده يعلمه كده يطلع طبيب او مهندس ولكنه الليل لا يمتلك شيء يدوم يعني اجرته لا يمتلك ارض يدوم اجرته تكفيه في طعامه وشربه وكان هذا هم الحقيقة وكان يدوم الله صلى الله عليه وسلم كثيرا انه يعني ان يرى ابنه شيء عظيم ولكنه ليس له النصيب يعني مرة من ذات المرات وهذا الفلاح يسير وجد طفل بيغرق الحقيقة يعني كانت فيه ربوة كبيرة من الماء وجد فيها طفل عماء فالحقيقة الرجل رمى بنفسه بدون ان يفكر وضح بنفسه هذا الفلاح الحقيقة لان كانت ربوة شديدة وفيها مية ومطر حتى انقذ هذا الطفل والمفاجأة ان ورد هذا الطفل كان رجلا سريا جدا وعلم ان هذا الفلاح خاطر بنفسه وحياته حتى ينقذ ابنه فالحقيقة عرض عليه اموال كثيرة جدا والفلاح رفض سبحان الله رغم انه فقير ورغم انه يحتاج ان يربي ابنه بتربية جيدة وقال له انا عملت هذا العمل ابتغي به وجه الله ولا اريد له مقابل ابنه وان اجري عند الله عز وجل افضل بكثير وهذا الذي اريده ودي نياتي فانا لا اريد ان اخذ شيء فالحقيقة هذا الرجل عرض عليه بالأشيء قال له ايه قال له طب خلاص بقى انا ما هدك شيء ولكن اريد ابنك يتربى مع ابني واريد ان اعلمه تعليما جميلا الحقيقة الرجل الفلاح بعد الحاق وافق على ذلك وسبحان الله الولد يعني تربى حتى انه اصبح افضل بكثير من ابن الرجل السري وتفوق حتى اصبح طبيبا مميزا والحقيقة يعني كانت له مهرات في عمليات جراحية وما الى ذلك للمرة التانية برضو ابن هذا الرجل السري بيمرض مرض شديد ويحتاج لعملية وينقذ يقوم هذا الطبيب الشاب ابن هذا الرجل الفلاح الفقير بعمل عملية وانقاذ حياة هذا الطفل مرة ثانية فالحقيقة هذا الرجل يعني عرض الحقيقة ان يعطيه شيء من املاكه وعقاراته ولكن هذا الشاب الحقيقة الذي ابن هذا الفلاح رفض ذلك هذه قصة جميلة جدا الحقيقة نتعلم منها دروس عظيمة اول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله من هم احب الناس الى الله احب الناس الى الله مش كسير الصلاة ولا الصيام ولا الحاجة ابدا لا احب الناس الى الله انفعهم للناس تقديم النفع والخير للناس ده من اعظم القربات التي يتقرر بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى يعني حتى يعني الصلاة والصوم لا بعد الفريض طبعا طبعا فرائض الصلاة والصوم الحاجة ده اساس الفريضة ما في شيء يا كلام بعد الفريضة اهم الاعمال الصالحة هو ان تقدم الخير للناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم عمل تعمله احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب مسلم ده ده اعظم الاعمال سبحان الله وانك شب بقى وإنك إن فعلت هذا العمل تبتغي وجل الله صلى الله عليه وسلم تعالى اعلم أن الجزاء من جنس العمل سيقوم الله عز وجل بإسعادك في الدنيا وحل جميع مشاكلك إزاي بقى يعني أنا لما حل مشاكل الناس ربنا يحل لي مشاكلي طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وهو صلى الله عليه وسلم أصدقى أخوائلين والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه لأ الحديث ثاني بيؤكد هذا الكلام والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة اخيه يعني لما انت تقضي حاجة اخيك المسلح ابتغاء وجه الله خلي بالك بقى في فرق النية مهمة جدا تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يبقى ربنا يديك اكتر وربنا يقول ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون